التقى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم العاملين الكويتيين في المجموعة البنك الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن ضمن برنامج الهيئة العامة بالاستثمار لطلع على تجاربهم في العمل بهذه المؤسسة الدولية وعرب الوزير الحجرف خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في واشنطن خلال الفترة من الثامن وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري عرب عن الاعتزاز بالكفاءات الكويتية العاملة في البنك الدولي مؤكدا ان وجودهم هناك يعتبر خطوة جريئة من شأنها ان تضيف تجربة جديدة وجيدة لهم واطلع الوزير الحجرف خلال الزيارة على اخر المستجدات بشأن الاقتصاد العالمي والتنمية الاقتصادية